السيسي لأول مرة في تاريخ يوقع على السماح ببناء سد ضخم على نهر النيل عشان يصبح السد ده هو سد النهضة وهو الرعب الحقيقي لنا كجيل وللأجيال القادمة تهديد وجودي لبلد أم أصلا على النيل تهديد وجودي للبلد عطش أكل زراعة مواشي احنا الحقيقة هنا هفكرك ليه بقى أنا قلت كلمة السادات سوف يأتي يوما نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه وكيف حمل كل منا أمانته انا بقى هنا عشان أفكرك بالقصة دي احنا هنا في البرنامج ده كنا أول برنامج من أوائل الناس وأول برنامج بالتاريخ حذرنا من توقيع السيسي على الاتفاقية دي لما وقع في الخرطوم في مارس سنة 15 وفضلت كل شوية أتكلم على القصة دي وده كان أول برنامج يتكلم عن موضوع التوقيع ده في ليلة التوقيع وصدفنا بقى ناس كتيرة جدا في القصة دي من ساعتها كان وقتها الناس قفلوا دمها كان وقتها الناس بتعتبرنا إخوان واللي بيعتبرك جسوس واللي حاسس انه لأ السيسي هو البطل انا هفكرك بفيديو واحد منهم من سبع سنين من سبع سنين مش في العطرين سبع سنين في الغربة وانا بقول لكم بقالي سنتين بنحذر من اللي بيحصل هنا والناس قفلوا دمها عزيزي مشاهد مصر النهاردة الفيديو اللي جاي ده من سبع سنين اسمعوا كده البرنامج ده بدأ من حوالي سنتين برنامج مصر النهاردة ده بدأ من سنتين الزابط أشهر في الخولي وصى كل إعلاميه انه يجتم قناة مكملين ويجتمنا ويجتمنا يعني والحقيقة في جزء بقى من عندنا من الشرعية دخل برضو على نفس نغمة الإعلام السساوي في اجتمتنا والتعريض لينا لما وتلوننا تم تلوننا بيننا انا اخواني مع اني معرفش انا جابهوها منين اخواني دي نعم يعني تم تعريضنا ان احنا خونا وضد الوطن وهاربين والحاجات دي والحياة تسابنا كل ده لله سواء من اللي هنا او من اللي هناك مش مشكلة لكن اللي يرجع لأرشيف البرنامج ده من ساعت ما ظهر لحد النهاردة وما من قضية قلنا لكم عليها إيه اللي بتحصل بالزبط بس بتحصل بعد وقت من دمناعة يوم خمستاشر مارس تقريبا لما كان السيسي في السودان وقع على اتفاقية صد النهضة في 2015 جبنا لكم انفو جرافات تقول لكم ان ده خراب على مصر ما صدقتوش جبنا لكم خبراء زي الدكتور محمد حافظ والدكتور الشناوي يقول لكم ده كارسة على مصر ما صدقتوش جبنا لكم صحفيين من اسيوبيا ما صدقتوش جبنا الاستاذ مصطفى عشور صحفي كبير يعني ما صدقتوش جبنا الحج عبد الرحمن شكر اللي هو اصلا فلاح يعني وارض فاهم يعني ما صدقتوش كنت كل ما بتسمعونا بتسدوا دانكو كده وكان الاعلام المصري عاملكو حائط كده يعني وكأنكم مخايفين الفيديو ده من سبع سنين وقبلها بسنتين يعني تسع سنين تسع سنين واحنا بنحذركم ان القضية دي مصر هتخسر فيها وفضل كتير جدا منكم قفلين ودنهم لغاية ما وصلنا للنهاية خلاص نزل التترات النهاية على فيلم سد النهضة وصلنا لاخر الكلام وصلنا لنهاية الطريق وصلنا لاخر الكلام الاسيوبي المستفز وصلنا الى اني ابي احمد او ابو احمد اللي هو الراجل بتاع اسيوبيا اطلق مبارح تصريحات وصفتها القناة العربية بان اسيوبيا حسمت امرها يعني اسيوبيا حطت الخط الاحمر قال ايه بقى ابي احمد اسمع ابي احمد بيقول اسيوبيا تحسمها ده القناة العربية سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الان والله ما هقر الباقي خلص خضي الامر الذي فيه تستفتيان ابي احمد خرج يقول سد النهضة مش محل نقاش كل واحد بقى يلمل سانه جوابه ومع السلامة خلص الموضوع انتهت كل في الصورة المسرحية الاخر بقى في التصريح ده انه قال ان احنا خلاص خزنا الميا اللي احنا عايزينها وكأنه بيطلع لسانه بيقولنا بالعند فيكم اتفضل انما لقى خزاني سد النهضة لم يعد من اولوياتنا حيث اننا احتفظنا بما يكفي من المياه ولم يتضرر السد العالي كما كان يشع حد رد على ابي احمد الخارجية المصرية ردت على ابي احمد لا هل طلع بيام المتحدث العسكري يرد عليه لا طب اتذكر تمونوني على اتذكر بتاعكم السيسي اللي قالك العافي محد الشاكل لقمته هل رد على ابي احمد وقال له يعنيه اللي انت بتقوله ده ما حصلش لكن تصور الرد جعل لسان نشأة الديهي ابو الزابط اللي طلع ببقين حمدانين ما لهمش اي لازمة وقال لك ان اثيوبيا بتتطاول وقال لك انما للصبر حدود على رأيي الست مكلسون والله اربط الان بين السلوك الثيوبي والسلوك الثيوني نفس المدرسة المروهة محاولة فرض الامر الواقع بالقوة محاولة اظهار صورة انهو ضحية امام العالم محاولة اظهار مصر بانها دولة يعني مفترية وانها دولة يعني مش عايزة تقع لعلمات المفاوضات ومش فاهمة تعلم شيء غريب جدا جدا لكن بقول انه لكل صبر نهاية لكل صبر نهاية واعتقد انه المسألة يجب ان تتوقف عند هذا الحد صد النهض احنا فاهمين القصة وعارفين الظروف والملابسات لكن على اثيوبيا ان تحترم القانون الدولي وتحترم تعهدتها وتحترم دول المصب وتحترم القانون الدولية وإلا سيكون هناك كلام آخر زي ما احنا متأكدين مهما احترامي للملابس النسائية بس انت لازم نشأت تطلع تلبس برقة انت نشأت انت واخواتك لازم تطلعوا تلبسوا برائع تحت البرائع سم نائع مثل بول كده لان انتوا خلاص خلصتم اول سؤال بقى ليه الخارجية مردتش سامح شكري بطل وقعة الميكروفون تب ليه وزارة الرأي مردتش تب ليه المخابرات المصرية بتاعة عباس كامل الشاي والقهوة مردتش تب ليه السيسي مخرجش ويفكروا بالقسم بتاعه لما قالوا اقول والله والله لن اقوم باي عمل يدر المياه في مصر ليه عارفين ليه حضرات لانه ببساطة اللي اعلانه ابي احمد النهاردة مش جديد خالص نهائي اللي اعلانه ابي احمد النهاردة من ان سد النهاردة موضوع واتقفل وخالتي وخالتك واتقطعوا الخلات ده موضوع قديم وتقال لهم اسوأ من كده في موضوع سد النهاردة تعالوا نتكلم في مشروعات تانية قالوا لهم كده يا حضرات نهاية ملف سد النهاردة اللي اعلنوا وزير الرأي المصري في ديسمبر اللي فات بس انت بتنسى وزير الرأي المصري في ديسمبر اللي فات كانت اخر جولة في المفاوضات انسحب الوفد المصري ليه حج حصل حاجة قال لك انسحبنا بسبب ان اسيوبيا بتقول لنا تعالى نتكلم في مشاريع جديدة افكرك بالحوار ده ودخلنا الغرف المغلقة وهنا الحقيقة ظهرت المفاجآت مرة اخرى يمكن اهم الحصل في الغرف المغلقة هو رفع الشعب التفاوضي يمكن في الاجتماع الاول ابتدت الارقام تختلف عن اللي كنا انتهينا عليها في المصارات السابقة ابتدت الخياغات نفسها تختلف ابتدت يتم طرح موضوعات خارج اطار التفاوض يعني احنا بنتفاوض عن ملء وتشغيل سد وحيد اسمه سد النهضة نحن لا نتحدث ولا نتفاوض على مشروعات مستقبلية وتنمية مستقبلية وحاجات حقيقة تم الزج بيها في الغرف المغلقة غير مقبولة بالنسبة للجانب المصري تم تقليل الارقام اللي بتأمن الامن الماء المصري في حالات الجفاف وبالتالي ده كان امر غير مقبول لان احنا مكلفين من الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر واحد من الماء وبالتالي لما تتقليل الارقام اللي انت المفروض تشتغل عليها في وقت الجفاف والجفاف الممتد لحماية مصالح الدول في الدولة ستريم أو دولة مصر والسودان ده لازم يتم رفعه انسحبوا من فاوضات لانه تقلهم انتوا بقولك ما تقفل موضوع صد النهضة وانا اتكلم في مشاريع جديدة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان انتهى الموضوع وزير الرأي بيقول بقال مع عشر سنين بنتفاوض حدث فيهم الملء الأول والتاني والرابع ولا جدوى من الاستمرار افكرك برضو اتفضل يعني اللي حضرتك قلتي ان احنا بقال عشر سنين بنتفاوض حدث فيهم الملء الأول والتاني والثالث والرابع فماذا ننتظر يعني ماذا ننتظر ان ينتهي الملء ونقض نتفاوض على الملء وهو أنت فبالتالي ده تكريس لأمر واقع على الأرض ومن مصلحة إثيوبيا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية حتى ينتهي السد وحتى يتم تشغيل السد وبالتالي أنا لازم النهاردة بتعليمات الدولة إن أنا لازم يبقى ليه حد ولازم يبقى ليه محقص واضح في هذا الأمر وإن يتم بقى التعامل معاه بشكل مختلف إبقى خرجت الخارجية وقتها وقالت خلاص خلاص مسافر مفيش مفاوضات تاني بعد اللي حصل ونحتفظ بحق الرد سد النهضة الرأي أسيوبة ترفض من حين أي بيانات قوائل التعليق والتخزين الخارجية خرجت قالت هات الخارجية بقى الخارجية خرجت قالت مصر تقلم فشل مفاوضات سد النهضة وتحتفظ بحق الدفاع عن أمنها المائي أيوة هنعمل إيه بقى ولا حاجة ده في ديسمبر يعني الهزيمة اللي أعلنها الوافد المصري أعلنها الوافد المصري مش أبي أحمد يعني كل اللي جرى إن رئيس الوزراء الأسيوبي طلع على الروف وحط النقط على الحروف فقط لا غير يعني أبي أحمد ووقف النهاردة بيعلن خطاب النصر وإن سد النهضة خارج المفاوضات خلاص خلص الموضوع ما أتاش بالجديد لأن الموضوع خلص وأعلنوا الجارب المصري لما رجعوا بخفاي حنين هم كلهم على بعض كده بربطة المعلم لما رجعوا يجروا زيال الخيبة والعار وقال لك خلاص بقى نعمل إيه ما هم وقديننا رايح جايب قالهم عشر سنين هنعمل إيه دول خدونا في قوة ضلمة وقدونا حاجة صفرة وقالولنا نتكلم على حاجات جديدة خلص قد يا الأمر اللي بقى لنا سبع سنين بنزع في يا جماعة أسيوبيا بتتحكي عليكم أسيوبيا بتغدعكم ما حدش كان بيسمع سد النهضة خطر كانوا بيقولوا عينا إخوان وبتوع جواسيس وبيتقادوا مرتبات من المخابرات البريطانية قد يا الأمر أسيوبيا النهاردة أعلنت نهاية مشروع اسمه سد النهضة